ملفات وقضايا مختلفة يناقشها قادة وزعماء الدول العربية في القمة التي تستضيفها السعودية في الظهران في دورتها التاسعة والعشرين والتي تستضيف عددا من المنظمات والهيئات الدولية القادة العرب عليهم مسؤولية كبيرة سواء في مواجهة التمدد الإيراني مواجهة التمدد التركي أو التدخلات أيضا القطرية والتدخلات أيضا الغربية في أشياءنا العربية نجد الآن هناك محاولات لتغيير أنظمة عربية كما حدث من قبل اليوم على أراضي عربية هذا يتطلب توافق عربي هل القادة العرب بالفعل سيكون أمام هذا الأمر أعتقد أن القمة العربية وتترأس المملكة العربية السعودية سيكون لها قرارات ومواقف عربية لصالح شعوب المنطقة العربية وتأتي قمة الظهران وسط تحديات كبرى تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي نتيجة لتدخلات خارجية في شؤونها الداخلية إضافة إلى القضية الفلسطينية والأزمات التي تشهدها سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الموقف الآن والتعقيدات التي تشهدها الكثير من الأطراف العربية والأزمة التي تعيشها العالم العربي بشكل واضح جدا يفرض على هذه القمة أن تكون مختلفة خاصة وأن القمة الآن تنعقد في المملكة العربية السعودية التي أصبح الآن من العسير أن تتعاوز أي جهة الدور المفصلي الذي أصبح تلعب المملكة العربية السعودية في العديد من المملكة ليس على مستوى جغرافيتها فحسب بل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من قمة الظهران الاعتيادية في دورتها استثنائية في ملفاتها وقضاياها بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي بدر الشهري العربية